إذن اليوم وفي هذه الحلقة إن شاء الله قد نقشوا كيف هي الأوضاع في الصحراء المغربية خصوصاً أن بوليزاريو أعلنت سعيد في الفترة الأخيرة لمغربة اليوم كل شي بغني يعرفوا شنواقعت ما خصوصاً أن نسمعنا بزاف جل المشاكل في المعبر الحدودي ديال القرقارات اليوم إن شاء الله قد نجاوبوا إلى مجموعة جل الأسئلة شنواقع في الصحراء المغربية وبالضبط في معبر ديال القرقارات لماذا المغرب يلتزم بالهدوء السياسة الحكيمة رغم مجموعة جل السفزازات التي تقوم بها البوليزاريو والجزائر معاً للسفزاز النظام المغربي في السؤال الثلاث قد نجاوبوا على ماذا يدل افتتاح مجموعة جل القنصليات جل مجموعة جل الدول مؤخراً في الصحراء المغربي على ماذا يدل هذا إن شاء الله في هذه الحلقة سنتعمق وقد نشوفوا ما هي القراءة جل الأوضاع الحالية في الصحراء المغربية واش كل شيء على ما يرام أم غادي تنوض صباط ما بين المغرب والمرتزقة البوليزاريو واش السياسة اللي غادي بالمغرب في هذه الأيام واش غادي تكون في صالح المغرب واش نهي القراءة جلنا المستقبلية لملف الصحراء هل سيكون المغرب الطرف الرابح في هذه القضية أم سيكون الطرف الخاسر ثم نبدأ لحلقة جلنا الإخوة الكرام من ملف الجزائر والشيطان ديالة البوليزاريو اللي في هذه الأيام يعيشون في ورطة حقيقية أمن المجتمع الدولي بلا شكل إخوة الكرام كتعرفوا بأن هناك مشاكل كبيرة في المعبر الحدودي ديالجرقارات المعبر الحدودي دي القرقارات تعتبر واحد البوابة لك تربط ما بين المغرب وما بين مجموعة من الدول الإفريقية لك تعتبر واحد البوابة تجارية من أجل نقل المواد التي يتم تصديرها إلى مجموعة من الدول الإفريقية لأهمها موريطانيا لكي يصدر للمغرب مجموعة من المواد الغذائية لأهمها الخضروات لبدون صادرة دي المغرب في المسألة دي الخضروات موريطانيا غادي تعيش المجاعة ولليوم بسبب التطفول البوليزاريو والإغلاق المعبر القرقرات تسبب ذلك في واحد الأزمة اقتصادية داخل الموريطانيا والناس كتعانيم واحد نقص كبير في المواد الغذائية اللي كانت تجي في المغرب ذلك زيادة على أصحاب الشاحنات اللي بقام بروكين في الطريق قام محتاجزين في طريق القرقرات في واحد الأوضاع اللي سيئة في نعدام دل أبسط المواد الغذائية اللي كيحتاجوا لها وهذا شيء بطبيعة الحال فهو السلوك السبياني مخالف الاتفاقية العسكرية اللي كانت برمان المغرب من أ أجل وقف إطلاق دي النار طب تحالد الورقة ستحسب ضد البوليزاريو والسبب اللي غادي خليهم أنهم غادي غلقوا هذا المعبر دي القرقرات وهو أنهم غاوي ضغطوا على مجموعة من الدول الإفريقية باش أنها تقوم بمساندة البوليزاريو وفي نفس الوقت خطوة للسفزاز النظام المغربي لطالما يعني تمسك بالسياسة الحكيمة والذكية واللي طالما يتقدم في ملف الصحر بخطوات ثابتة حنا دبال الآن خصنا نجابوا على واحد المسألة ليجد مهمة لماذا يعني رغم القوى العس المسكرية التي يملكها المغرب كنشوف مجموعة هذه السفزازات التي يقوم بها البوليزاريو واللي احنا كنا شفنا واحد الفيديو اللي غادي نشوفه الآن حاليا أنا وياكم شفنا بأن يعني بعض المتطفلين من البوليزاريو يعني يعني يعيروا الجيش المغربي بواحد طريقة وكي حاولوا يستفزو بشأنه يقوم ببعض ردود الأفعال ولكن الجيش أو النظام بشكل عام شاد دراسه وعارف ما هي النتيجة المستقبلية اللي غادي وصلها ولا يقوم بأفعال ربما تطفوليها هنا كي خلينا يطرحوا السؤ هلاش بالضبط النظام المغربي او للنظام العسكري المغربي غادي بدل خطوات الثابتة ولا مكيمش في ذلك الطريقة للتطفول اولاد يلتهور كما يقوم بذلك البوليزاريو والجزائر خليونا نشوفوا واحد مقطع كيف تعامل البوليزاريو مع الجنود المغاربة وكيفاش ردو عليهم الجنود المغاربة يعني كما لاحطوا الإخوة الكرام وقفين على الجنود المغربة يعيروهم يعني مع يورنيت هكذا يعني القصد يلمهما أن الجنود المغربية يتهجموا عليهم ويصوروا ذلك المسائل ويقدموا على أسس أن هناك اعتداءات من الجنود المغربة على الناس لكين انتمدية البوليزاريو هكذا بشكون ورقة رابحة إلا أن النظام المغربي هو ذكي جدا ويعلم جيدا ماذا ستكون النتائج في المستقبل القريب ولهذا كينا هناك خطوة ثابثة ما كينش تهور ما كينش تسرع ما كينش كثير من الأمور لأن حينما كتكوننا كتكون في واحد الامتحان كيف ما كان نقوله احنا فالمغرب قضية ملف السحرة هو امتحان من نسبة له امتحان جيل ضبط النفس امتحان جيل سياسة الحكيمة امتحان جيل واش كين قوة ورزانة في اتخاذ القرارات العسكرية أولا غدي كل عكس الآن الناس اللي هم امتبعين سياسة وامتبعين كيف هي كيف شوى غاد النظام العارمي غدي عرفوا سيعلمون منذ سنوات بعيدة جدا يعني واحد عشر سنوات أولا أكثر غدي عرفوا بأنما قضية الصحراء المغربية هي قضية محسومة جدا عند المغرب هي قضية نتيجة هي معروفة جدا والمغرب يعني هذه السنوات الطويلة كان ينتظر فقط المسألة مسألة دي الوقت غد يوصل واحد الوقت والمسألة ستصبح يعني محسومة بعيدة عن الجدل ولهذا اليوم الجزائر هي في ورطة حقيقية لماذا لأن كل السنوات التي مضت كل سنوات اللي دازت كانت الجزائر في مواجهة مع المغرب يعني كل تخبطات سياسية هي كانت ما بين المغرب والجزائر وكان بينتهم الشيطان ديالهم البوليزاري ولكن للأسف أنا وفي هذه الأثناء الجزائر مبقاتش في مواجهة هذه المغرب الجزائر أصبحت في مواجهة ديال المجتمع الدولي بشكل عام وأصبحت في مواجهة مجموعة ديال الدول العظمى وخير دليل الكلام ديالي التقرير الذي تم إصداره من طرف مجلس الأمن نرلي ناطس ضعف القرقارات مجلس الأمن سيصدر واحد تقرير غير مسبوق ولأول مرة اللي سيذكر فيه الجزائر خمس مرات في هذا التقرير اللي سيبغي بيين بوحدة الرسالة اللي هي واضحة بأن الجزائر هي طرف رئيسي في المشاكل كلها اللي توقع في الصحراء المغربية والسنكر في هذه التقرير تسنكر جميع الأفعال الصبيانية اللي كتقوم بها البوليزاريو وكانت رسالة واضحة ديال أن أي مشكلة غد يوقع في الصحراء أو لا افتعال أي مشكلة غد يكون غد يكون يعني الجزائر طرف رئيسي في أي مشكلة غد يوقع واللي خلاح حاليا أن الجزائر كتعيش في أحد الورطة اللي هي حقيقية بغد نظر على هذا التقرير ديالمجلس الأمن اللي جاء في صالح المغرب واللي كانت نقطة إيجابية في صالح المغرب واللي تبين بأن مجلس الأمن يعني كيلعب لصالح المغرب وهناك أشياء أخرى التي ضرت بالجزائر ويفتتاح مجموعات ديال القنصليات في الصحراء المغربية وكان أكبر يعني أكبر يعني هذه القضايا هي المسألة ديالإمارات الدولة اللي كان عندها دولة العظمى اللي كان عندها مشاكل كبيرة مع المغرب مشاكل سياسية كبيرة مع المغرب الذي في أخذ المطاف هذه الجوش عند الولي الذين يختلفوا في مجموعة نقاط وعندهم مشاكل في مجموعة هذه الأشياء ستفاجأ الجزائر بأن هذه مجموعة الدول ستفقدوا وستقوموا بصلية في الصحراء المغربية ستبعوا مجموعة الدول التي كانت لنسالة واضحة ويقول لكم الإخوة الكرام إحنا كنت تكلمون عن الأزمة اللي بيننا في العالم نحن كنت تكلمون عن النظام العالمي النظام العالمي الجديد الذي الذي يبغي أن يحمل العالم فمنك تشوف جوجل الدول اللي هم مختلفين تفقوا مع بعضياتهم وقروا أنهم يدروا قنصلية في الصحراء المغربية فكتفهم بأن المغرب ربح الورقة قدير أنه يتأقلم مع هذا النظام العالمي الجديد وهذا النظام العالمي الجديد سيساعد المغرب وسيقوم بدعم المغرب سياسيا من أجل إنهاء ملف النزاع حول الصحراء المغربية فمنك تجي تشوف المغرب تلقى معها دولة أمريكا لها دولة عظمى تجي تلقى تشوف معها دول كبيرة اللي هي في الخليج تجي تشوف تلقى معها أعظم دولة سياسية اللي هي في المغرب أيضا إسرائيل مجموعة عادية الدول اللي أصبحت كتلعب في صالح المغرب الشيء اللي يخلى حاليا أن الجزائر تعيش واحد الارتباك اللي هو حقيقي اللي يخلى أنك تقوم بمجموعة جلء الأفعال الصيبيانية وعليها كتشوفوا في آخر المطاف كتدفع بالبوليزاريو إلى إغلاق معبر لقرقارات كتعطي إشارات ربما أنها ستتصبط في الصحراء المغربية هكذا حتى تربك الجيش المغربي وتربك النظام المغربي وتخليه يقوم بتصرفات اللي سيربك الأوراق دياله والطريق دياله نحو إنهاء ملف النزاع حول الصحراء المغربية القضية اللي يمحسبة وغادة بخطوات ثابتة والنهاية دياله واضحة لأن الأمر مبقاش في يد المغرب فقط وإنما أصبح بمساندة ديال المجتمع الدولي وبمساندة ديال الدول اللي هي عظمى للأسف الآن كتشوف الإخوة الكرام جارك دولة اللي هي مسلمة كتلقى بأن النظام السياسي دياله ينفق الملايير من أجل الإضرار بمصالح ديال المغرب وحالين كين مجموعة ديال السياسي الجزائري اللي كاعترفوا بأنهم اعترفوا على الليسان ديالهم بأنه أنفقوا مبالغ اللي هي دخما من أجل إلحاق ضرر بمجموعة ديال الأنشطة الاقتصادية اللي كعرف المغرب وهذا شيء كان سيكون بالصحي يعني كانوا سيوصلوا الأهداف ديالهم لولا السياسة الحاكمة ديال صاحب الجلالة لتميزات بواحد القرارات الدكية عبر مجموعة ديال السنوات اللي خلت أن السياسة ديال الخارجية تكون سياسة جد قوية والدليل على الكلام ديالي بأنها حاليا المجتمع دولي بأكمله يساند المغرب يعني أمريكا مجموعة ديال الدول العظمى فهي تقف في جانب المغرب وكان أول عربون لهذه المسألة أن مجموعة ديال الدول افتحات مجموعة ديال القنصلية هذا كعربون أولي وكإشارة أولية الجزائر أما القادم سيكون أعظم وسيكون بأشيء أربما تطبق على أرض الواقع فقط الآن وكما تعلمون الحديد كله حول التطبيع مع إسرائيل واش المغرب سيقوم بالتطبيع مع إسرائيل السؤال اللي صراحة يطرح عند رأي العام بواحد شكله هو قوي فالأخوة الكرام نجينا نتكلم عن الأمور فنحن نعلم بأن إسرائيل هي كتتعامل مع مجموعة من الدول الإسلامية ولكن كتتتعامل بدون إفضح الأمر يعني كتتتعامل بواحد طريقة اللي هي سرية مع مجموعة من الدول عبر العالم واللي هي دول إسلامية في آخر المطاف فالآن إسرائيل بغت تمرر واحد مرحلة أخرى قتل يوم توم مابلما تبقوا معاملين معي بهذه الطريقة كأنني كنشفركم غادي تقوموا بالتطبيع العالمي نقوم بلا علاقة جيلكم نقوم بلا علاقة جيلي معكم بواحد طريقة اللي هي عالمية وربما هذا هو النهج الذي تسير فيها العديد من الدول واللي كتعتبر دول إسلامية في الصابق كنت تكلموا على الإمارات كنت تكلموا على الكويت كنت تكلموا على مجموعة من الدول كنت تكلموا على السودان كنت تكلموا على مجموعة من الدول اللي في آخر المطاف ستطبع يعني العالم يسير في هذا النهج بطبيعة الحال أنا في نظري إذا كان المغرب يتعامل مع إصرائيل مجموعة من الدول في السر فماذا سيضروها؟ ما هي الحاجة التي سيضرها إذا قامت بذلك على العالم؟ وإذا كان ذلك سيمكنها بأنها تغلب على مجموعة من الأعداء والذي يحاولون يضروا بالاقتصاد والوحدة الترابية إذا كانوا هذه الناس سيستندون وقدوا بأننا نهي واحد الميلة في اللي طالما أرق المغربة والذي خلوا المغربة يقولوا دائما أن مسألة الصحراء المغربية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للتفاوض فشنه سيضرني واحد العلاقة مع واحد دولة اللي كانت سرية ونرجعها على نياه وتشي حاجة ما سي تغيير ونتمكن من التغلب على الأعداء فأنا نقول بأن أنا شخصيا في الرأيي ما سيكون تشي مشكل إذا ما كان ذلك سيء وهذا شيء يخلع حاليا أن الجزائر تعيش واحد الارتباك لي وحقيقي وكي يقولوا حاليا أن تلقى بأن مجموعة الإعلاميين الجزائرين خرجين ينقذوا نحن نسند فلسطينيين ونحن كذا والمغرب سيقوم بالتطبيع والمغرب سيقوم بالدير لو كنتم بالفعل تحبوا المسلمين سيحبوا المقربون أو لا أنت تحفر المقرب لك الذي هو المغرب وكتقول بأنك تساند فلسطين يسند غشخص لي وحدك الذي تدعيه شيطان بالقرب منه في الصحراء أو في الأرض وتدعي بأنك تساند الفلسطينيين بينما الأخذ الذي هو قريب لك تحفر لي فأنا كنشوف بأنه حاليا لكل شيء إن تمان ولاكي المغرب بالسياسة الخارجية تمكن أنه يربح النظام العالمي الجديد وقد يقدر أنه يتأقلم معه ويحل مجموعة جميع المشاكل لعدنا في الصحراء المغربية بشكل نهائي إذن إلى هنا نحن أقول لكم الأخوة الكرام ما سخيت بكم لا تتساوش عنكم تخليوا لي تعليق ما رأيكم في المسألة خليوا لي رأيكم ما رأيكم في هذه القضية ما هي الأشياء التي ممكن ما هو التصور جالكم من المستقبل في قضية الصحراء المغربية كيف تشوفوا هذه المسألة للتطبيع مع إسرائيل الرأي جالكم بطبيعة حالي وهموني في التعليقات كانت من أني رأيكم نقرأها كاملة ونقدر أنني نجاوبكم معليها إلى هنا لحين نقول لكم ما سخيت بكم اتلقوا في الحلقة المقبلة إن شاء الله